هذا وصدر البيان الختامي لقمة الرياضة العربية الصينية للتعاون والتنمية إعلان الرياضة القمة العربية الصينية الأولى جاء فيه تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالة إعادة التأكيد على الالتزام الثابت بمبادئ ومقاصد مثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية الأخذ بعين الاعتبار والتقدير المساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين الاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد وتعزيز التضامن تأكيد العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهموميهما الكبرى وتعزيز التضامن بينهما في المحافل الدولية المختلفة تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة التأكيد على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائما على أساس المساوات والاحترام المتبادل ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأدات لممارسة الضغوط على الدول تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء الإشادة بما قدمته جمهورية الصين الشعبية لبعض الدول العربية وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا كوفيد-19 الأخذ علما بمبادرة التعاون بين جامعة الدول العربية والصين بشأن أمن البيانات التي أصدرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجانب الصيني بشكل مشترك دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة ونبدي دعاوى الكراهية والتطرف الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية الصينية القادمة في جمهورية الصين الشعبية